أنا بعتبر أنه اليوم رغم كل المقاسي نعم رغم كل حرب الإبادة رغم كل المجازر التي يرتكبها نتانياهو في غزة أنا بعتبر حماس انتصرت في هذه المعركة لأن الانتصار اليوم هو انتصار سياسي بالدرجة الأولى مش انتصار فقط على الأرض ميدانيا اليوم من السهل جدا أنه تسجل تقدم ميداني ولكن شدك تدفع ثمنه السياسي لاحقا هنا أهمية هذه الحرب وإلى أين ستصل في نهاية السياسية الثمن السياسي لدى الأكثرية هو بإنهاء حماس كيف تكون انتصار وهذا الهدف نتانياهو وإنهاء حماس ولكن أنا لشيء أن هذه الحرب ستنتهي بنهاية نتانياهو هذا أكيد لم أفتر منها وبالتالي حماس بقيا أنا بتصور موضوع التبادل الرهائي لن يكون بمعزل عن قرار وقف تلق النار يعني هذا شغلي كتير أساتيي وكتير مهمي بالنسبة لحماس لأن اليوم اطلاق الرهائي بدون ضمانات لوقف تلق النار معناته إطلاق الإسرائيل من جديد ليس فوق الأرض فقط ولكن أيضاً تحت الأرض كلنا نعرف أنه الرهائي صاروا تحت الأرض ليس فوق الأرض حماس إذا خرجت من هذه المعركة منتصرة لن يستطيع حتى جاهلها بمحاول السلام حتى السلطة الفلسطينية حتى السلطة الفلسطينية حتى السلطة الفلسطينية بدأ يكون جزء من الحكومة التلافية إذا حبينا نسميها على الطريقة اللبنانية وحتى الشيء اسمه صبغة الإرهاب على حماس ستسقط ما يجري في الجنوب بعضه في إطار كواعد الاشتباك يعني والخوف والألأ اللي كان سائداً في الأيام الأولى للحرب يمكن بدأ يهدى مليلاً بعدما تأكد للجميع أنه في عملية ضبط للوضع وليس عملية تفلط للوضع وهنا أهمية أن الحزب اليوم مدرك تماماً أنه ليست ساعة للحرب مع العدو الإسرائيلي ولن يعطي العدو الإسرائيلي فرصة لفرض الحرب بتوقيته